تنطلق الخميس جولة جديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة الخمسة زايد واحد على مستوى الخبراء في العاصمة النمسوية فيينا قبل أيام من إجراء الجولة الثالثة من المفاوضات النهائية الشاملة بين الطرفين والتي ستجري من السابع إلى التاسع عفريل بهدف إغلاق الملف النووي وتأكيد الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني ورفع لوقوبات الدولية المفروضة على طهران هذا ونقلت مصادر إعلامية إيرانية أن الوفد الإيراني في هذه الجولة سيكون برئاسة المدير العام للدائرة السياسية والدولية بوزارة الخارجية حميد بعيدي